سلمت وزارة الإسكان 66 عقد انتفاعا من وحدات مشروع الدير وسماهيج الإسكاني على مستحقيها من ذوي الطلبات القديمة المدرج على قوائم الانتظار بمحافظة المحرق بمناسبة العيد الوطني وعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة عهل البلاد المفدة حفظه الله الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية الدكتور خالد الحدان قال ان ذلك جاء استجابة للتوجيه الملكية السامي لملك البلاد المفدة بشأن توزيع وتخصيص الوحدات الإسكانية للمواطنين المستحقين لها حسب الخطة المدرجة لتلبية طلبات الإسكانية في إطار مشروع بناء 40 ألف وحدة سكانية للسنوات القليلة القادمة ونوه الحدان إلى أن هذا المشروع يعد أحد أبرز المشاريع الإسكانية التي نفذتها وزارة الإسكان بمحافظة المحرق على ثلاثة مراحل حيث تضمنت المرحلة الأولى بناء 88 وحدة سكانية والثانية 116 وحدة و105 وحدات بالمرحلة الثالثة هذا بالإضافة إلى 66 وحدة سكانية التي تم تسلمها لمستحقيها اليوم بعد اكتمال نسب الإنجاز بكل الأعمال الإنشائية للوحدات وتوفير خدمات البنية التحدية بشكل كامل ترجمة نانسي قنقر